لماذا يطالب آلاف الإسرائيليين بوقف إطلاق النار مع حماس بعد الموت المأساوي لستة رهائن في غزة؟ تشهد إسرائيل احتجاجات وإضرابات غير مسبوقة بعد مقتل ستة رهائن في غزة بشكل مأساوي نزل مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للمطالبة باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس تتركز الاحتجاجات حول فشل الحكومة في تأمين صفقة تبادل تضمن إطلاق سراح الرهائن وقد ازداد الضغط على رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بعد استعادة جثث الضحايا وفي الوقت نفسه حذرت حماسم من أن أي محاولات عسكرية لتحرير الرهائن قد تؤدي إلى مزيد من الوفيات مما يؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية إن الدعوات لوقف إطلاق النار لا تتعلق فقط بالسلام الفوري ولكن أيضا بالتداعيات الأوسع على حقوق الإنسان ومستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية ابقوا على إطلاع وبقوا آمنين